الكاظمي والحجد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب في اجتماع ظاهره وشكله رسمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة مضمونه أمني عسكري رسائله ميدانية سياسية وجزء من تسوية لتوتر النتاج عن عملية أمنية سبق ونفذها جهاز مكافحة الإرهاب طالت مقاتلا في الحجد اعتقل إثرها 12 عنصرا معه برأهم القضاء فزاد الجو توترا فكان لزاما أن يحسم المشهد لما هو أفضل هكذا إذن أجريت الاتصالات اللازمة لضمان وصول الرسالة لما يعنيه الأمر والغطاء هذه المرة غطاء دستوري في اجتماع رسمي بصفة أن رئيس الوزراء العراقي هو القائد العام للقوات المسلحة وله أن يلتقي قادة الأجهزة العسكرية ومن مسؤولياته تسوية ما يمكن أن يقطع الطريق على أي خلاف نتج عن عملية البعاثة الحشد والجيش والشرطة هم اللي دافعوا عن النظام السياسي في 2014 الناس ترجف بالفضلاء أخلوا الناس عوائلهم رجيف يعني هذه الصنوف العسكرية سبق لها أن قاتلت كتفا إلى كتف في معارك ومحاور مشتركة امتدت لسنوات واكب فيها الحشد منذ نشأته صنوف القوات المسلحة وهذا الحشد الذي تحدث عنه الشهيد المهندس في توصيف دوره وحفظه للدولة وسيادتها تريد قيادته الميدانية اليوم أن يبقى على رسالته ذاتها رسميا يطبع القائد العام للقوات المسلحة ضمن إطار وسياقات الدولة العراقية وما تقرره بغداد بصفتها الرسمية بالاستناد لشرعية مجلس النواب وقراراته لهذه البساطة يريد حلفاء الحج الشعبي أن يبقى المشهد عبدالله بدران بغداد الميادين